المشاهدين التساع صباحا وموجز لأهم الأنباء مع دينا ودريا دينا شكرا لك جمانة التساع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عاد الرئيس عبدالفتاح سيسي إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة الأمم المتحدة العالمية للمناخ بجلاسجو وخلال مشاركته أكد الرئيس السيسي تطلع مصر الاستضافة الدورة المقبلة من القمة وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي عقد مباحثات مع عدد من كبار مسؤولين ورؤساء الدول والحكومات وقد ألقى الرئيس السيسي كلمة خلال القمة استعرض فيها جهود مصر في مواجهة التغير المناخي والاحتباس الحراري أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مشروع ممشى أهل مصر من أبرز مشروعات التنزه والترفيه والجذب السياحي في وسط القاهرة وخلال حضوره الاحتفال بمناسبة الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع وبدء التجهيزات لافتتاحها مطلع العام المقبل أشهد رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع مؤكدا أنه يحقق بعدا اجتماعيا مهما كما أشهد الرئيس الوزراء على مسؤولي شركة التشغيل ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة وكذل أمن للحفاظ على ما تحقق في هذا المكان من إنجاز أعلنت مدرية شرطة محافظة ميسان العراقية إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين خلال عملية أمنية بالمحافظة وفي بيان أوضحت المدرية أن الممارسات الأمنية تأتي في إطار متابعة مذكرة القبض وتعزيز الأمن والاستقرار في عموم العراق مشيرة إلى أنه تم توزيع المطلوبين على أقسام الشرطة الموجودة في المحافظة ليتم نقلهم إلى مراكز التحقيق الأمنية قال المتحدث باسم الأمم المتحدة سيفان دو جاريك إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتيريش يشعر بقلق بالغ إذا أتصاعد العنف في إثيوبيا وأعلان حالة الطوارئ مؤخرا وفي بيان قال دو جاريك أن إن استقرار إثيوبيا والمنطقة الأوسع على المحاك مضيفا أن جوتيريش كرر دعوته إلى وقف فوري للأعمال العدائية ووصول غير مقيد للمساعدات الإنسانية وحوار وطني شامل لحل الأزمة ذكرت وكالة الإغاثة من الكوارث في كولومبيا أن أحد عشر شخصا لقوا حطفهم في انهيار أرضي بإقليم نارينو القريب من الحدود مع الإكوادور وقالت الوكالة إن الانهيار الأرضي خلف عشرة مصابين فيما لا يزال نحو 15 إلى 20 في عداد المفقودين أعلنت سلطات الصحية الأمريكية أن الولايات المتحدة يمكن أن تبدأ الآن إعطاء الأطفال الذين تتروح عمارهم بين الخامسة والحاديات عشر عاما لقاح فيزر بايونتيك ذلك بعد أن أعطت موافقتها النهائية على استخدامه لهذه الفئة العمرية ما يفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من مكافحة الجائحة ومن جهته أشهد الرئيس جو بايدن بقرار سلطات الصحية في بلاده وصفنا الأمر بأنه نقطة تحول في مكافحة الفيروس أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 644 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفى إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 279 823 حالة وفي بيانها اليومي أعلنت الصحة تسجيل 921 حالة إيجابية جديدة و58 حالة وفاء ورياضيا تعادل منشستر يونايتد مع أطالنطا بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات من دور أبطال أوروبا وبهذه النتيجة يحافظ منشستر يونايتد على صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة بالرصيد 7 نقاط ويليه فيوريال بنفس الرصيد في المركز الثاني ثم أطالنطا الثالث بخمس نقاط نهاية مجاز التاسعة وفاصل ونعود لحظاتكم من الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر